شكراً لكم بإمكانينا لكن صورة الرد المرتقب ما تزال ضبابية في كثير من جوانبها فالتغيير الذي طرأ على الموقف الفرنسي يضع علامات استفهام على الوضع برمته بعد إعلان الرئاسة الفرنسية عن أهمية تعزيز الحوار مع روسيا في هذا الوقت لإحلال السلام في سوريا وذلك عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وارتكز الموقف الروسي على توجيه اتهامات لجهاز استخبارات تابع لدولة لم يسمها بأنه يقف وراء افتعال قصة الهجوم الكيميائي في دوما لدينا معلومات لا يمكن ضحضها بأنها افتراءة أخرى وانخرطت في هذا التلفيق وكلة استخبارات في دولة تقض حملة للتخويف من روسيا تباينت المواقف الدولية تجاه الذهاب مع الرد العسكري على هجوم الدوم الكيميائي من عدمه رغم الإجماع الدولي على رض هذا النوع من الهجمات ووجوب الرد على مرتكبيه لا نقبل استخدام أسليحة كيميائية بأي حال لقد رأينا الصور المروعة ومن أجل الوصول للفاعلين فإن الأمم المتحدة تقود التحقيق والتعاون أمر ضروري بهذا الشأن يترقب المجتمع الدولي النتائج التي سيتوصل لها فريق التحقيق التابع لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية في سوريا رغم غياب أي مؤشرات على أن عمل الفريق مرتبط بأي شكل بقرار غربي مشترك لتحرك عسكري تجاه سوريا فالبحرية الأمريكية تواصل تعزيز قواتها في المتوسط وسط أنباء سابقة عن احتمال إرسال قطع بحرية بريطانية أيضا ما يترك الأبواب مشرعة أمام جميع الخيارات